ده رجل المباراة إسماعيل بن ناصر بن ناصر أخذ من كلام حضرتك وروح لكابتن رابح إرأت في إسماعيل بن ناصر أنه يفوز بلقب الرجل المباراة يستحق يستحق بن ناصر لعب ممتاز لما كانت في المنتخب الوطني نديت له لأول مرة إلى المنتخب وتكلمت حتى مع فريقه ومع رئيسه أيضا لما كان يلعب في أونبولي وما زي لعب في أونبولي لعب ممتاز فنيا قوي جدا أشتغل كثير مع المنتخب الوطني الجزالي وأنا امتفق مع المدرب بالماضي لما دخلوا كأساسي في هذه المباراة أعتقد كان يستحق يكون أساسيا في هذه المباراة المباراة إراك يوسف عطال عطال تكلمنا عليه مرة أخرى حتى لو براهيمي كان في الاحتياط نزل ولكن دخل في الشوطة الثانية أمام يعني شفنا ما دخلش بكل المكانية أو البسيكولوجية خاصة لأنا كان شوية زعلان لأنا كان في الاحتياط ولكن براهيمي يبقى يبقى لعب كبير وأيضا بالليلي يعني عندك تنين لعبين يلابوا من جهة اليسرى قادرت تشتغل معهم بطريقة كان لك رأي في يوسف عطال أنه ما عندوش الانتحامات مع منتخبات أفريقيا هي شوف اللعب عطال يعني مدافع مهاجم مدافع مهاجم تجيب أخبارك كل صغيرة وكبيرة عرفها عنك شوفنا اليوم يعني يدافع بطريقة جيدة يهاجم بكل دكاء شوف كيف سبب ضربة الجزاء وهل سجلها في ملهاب بنجاح يعني لعب عنده إمكانيات ومازال يزيد يطور أكتر وأكتر مع المنتخب الوطني هالرياض محرز هو ربح مجر دلوقتي ربح مجر الكرة الجزائرية والله يشوف أنا ملحق نتكلم على عليا ولا على أي واحد يعني دايماً بيبقى فيه تشبيحات للعيبة يعني كابتن مهاجم لا تلاقيه بص مع احترامي الشديد لكل اللعيبة رب محرز لعيب جيد عمل موسم قوي جداً في إنجلترا لكن بعد كده ما ظهرش بنفس المستوى ما تقدرش تجيب لأ لأخدر باللومي بديل له يعني مهما تكلمتني عن إسماعيل بن ناصر تكلمني عن عن يوسف البلايلي تكلمني عن أي حد بيلعب وسط الملعب لا أنا بتكلم على رياض مش هتلاقي نفس الطعم يا مهي وبرضو بيلعب رجل الشمال وحريف ربح كان بيمتاز بالسرعة والمهارة عندك تحافظ على الكلام ده لا أشوف بكل صراحة لازم شوف كل لعب يجي في وقته كل لعب يجي في وقته حالياً في المنتخب موجود محرز موجود بالليلي موجود اللعب براهيمي فيه لعبين مميزين موجودين أحنا كنا في الماضي الآن فيه المستقبل وفيه أيضاً الحاضر وفيه أيضاً لعبين آخرين تشبيه لعب لعب ما صعب أحنا ما نجي منقول هذا اللعب أحسن من الآخر أو أحنا الجيل تاني أحسن من الجيل الحالي لا كل واحد جاء في وقته وكل واحد أعطى الكثير لبلده للمنتخب وإن شاء الله الفريق الحالي إن شاء الله يزيد يعطي الكثير ونتمنى المزيد من هذا المنتخب إن شاء الله لما لا ألفوز بالبطول الاختبار الحقيقي للجزائر أو الاختبار اللي أنت ممكن تقدر تقول الجزائر فرقة فعلاً قوية جداً وجاية تاخد البطولة مرات السنغال؟ أكيد أكيد لأنه كما قال زميلي مجدي اليوم شفنا متخبنا يلعب أمام فريق متواضع وهو المنتخب كينيا رغم أن المنتخب كينيا في الشوضة الثاني 15 دقيقة الأخيرة شفنا كيف شربح في التقيقة وأصبح يهدد دفاع الجزائر ولكن تبقى هذا شيء بدون فعالية ولا بدون مردود يعني فعالي ما فيش تركيز ما حصلش ما حصلش خطورة حقيقية على المرمى أمام الآن أمام سنغال سيكون اختبار وامتحان كبير جداً للفريقين ما هوش فقط المنتخب الوطني الجزائري حتى المنتخب السنغالي أيضاً أمام الثاني